هذا فيما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي وأوضح متحدث هو الرئاس أن شينزو آبي كان زعيما استثنائيا اليابان وصديقا لمصر ودعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي سهم الفقيد في ترسيخها دعين الله أن يلهم مصرته والصبر والسلوان وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار